أبوي كان يقول لي أجي معاك أوصلك كنت أقول له لا أنا كبيرة أنا عارفة طريق أحسن من كل الولاد اللي في البلد أنا نادية بنت عبد السلام كنت حس بروحي وحباه كنت أحب جوي أجرى جصص الحب وأحلم أحلم إنه بجيت البطلة اللي كل نفسه في نظرة من عينيها بس وأنا بأحلم نسيت نسيت إن اللي عايزه بجا نجم في السماء واللي عايزه بجا بطل للحكايات لازم يتحمل كتير جوي لازم يفهم حاجات كتير غيبة عن عجله لازم يعرف إن الدنيا خداعة وإنه مش لازم يمشي ورا نفسه الأمارة بالسوق لازم يبص للحلو اللي في حياته مش للوحشه بس موسيقى 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 اشتركوا في القناة انا قلت برضو مش معهولة بكون في مصر وما جيش اسلم على القمر وانت بتفهم في الوصول قوي ايه اللي بفهم في الوصول دي الوصول اتعاملت عشان خاطر محروس يلا السادة مغلية في ايه ايه دي القهوة بتاعتي انا عندي اصداع وجاي من مشوار بعيد وحاسس ان ده اغتي واطي شوية خلاص خلاص السادة مغلية القهوة اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي انا من يوم ما شفتك وقلت انت الوحيدة اللي في العيلة دي فهمة ومستقبلك واضح وملعلع اه والله خير يا استاذ محروس خير يا ايه يا استاذ محروس الله الله يكبر بخاطرك ده مفيش حد في العيلة الطويلة العريضة دي الهالي جاي عشان ايه اكيد جاي عشان حاجة ولا يكونش جاي تطمن علي لا اطمن عليك ايه لا طبعا جاي اطمن عليكي مش لازم اطمن علي مني وبيني وبينك كده مكذبش عليكي كنت عايز يعني اعمل مشروع وقلت مفيش غيرك اللي هينفعني ما لك يا محروس بترغي كتير كده ليه اه ابدا ناسيت الستات انا بيني وبينك كده بفكر عمل مشروع يعني اأمن بمستقبلي بدل ما انا عمال الاف حوالين نفسي وعمال عقلي يجيب ويودي ويودي ويجيب تعمل ايه يا محروس تعمل ايه يا محروس تعمل ايه يا محروس ايه يا محروس سوبر ماركو سوبر ماركو اعود فيه باشا البضاعة عندي جوه بالكم والناس تدخل تشتري تديني الفلوس اعدها اسدد من غير وجع دماغ ايه رأيك وانت بقى شايف ان الحكاية دي سهلة اوي بتعاونك معا محروس هتبقى سهلة وزي الفل مم وبعدين ابدا خير اللهم اجعله خير سمعت كده ترتيش كلام ان كنت شغالة في مصنع كبير بيعمل منتجات حلوة وزي الفل فانا يعني قلت انت اكيد هتوقفي معايا مم وقف معاك ازاي بقى ما تضح كلامك كده وتفهمني ابدا انا هاخد بضاعة قاملة بيها السوبر ماركو وبعدين بني وبنيك كده انا هتطلع لك عمولة عمولة؟ عمولة يا محروس امال ايه ايوه عمولة يا محروس وبعدين بني وبنيك كده وان ايه على الله انا نويه تاخد بيت اقلبه مول مول؟ في البلد اه؟ ايوه ايوه امال ايتي فاكرة ايه بقولك هنكسب ده يا عمتي تعرف انك هنا وايه اللي دخل عمتك دلوقتي في اللي انا بقوله لك ده بيزنس هيش فاهمة هي دي جهلة امال من اللي يدفعلك الفلوس اه يا ظاهر ما وصلتش انا عموما مش ااخد منك فلوس كتير امم انا اسفل قوي يا محروس عندي مواعيد كتير ومش فاضي يسمع عن الكلام ده خالص انت تحضر ورقك ومكانك وكل اوراقك كده تبقى سليمة وزي الفل وجلهم هنا وهما بقى يشوفوا هتعملوا معك ولا لأ يا بنتي بقولك هنكسق دهب مش عايزة منك دهب ولا غيره وما تخافش مش هجيب سيرة لحد انك جيت هنا امم ولا حتى عمتي ولا حتى عمتي طب بالنسبة للقهوة هتيجي ولا اتكل على الله اتكل على الله طيب متشكل قهوة يا ست البنات الظروف تتغير وانت اكتر واحد فاهم ان شغلنا اهم حاجة في مراكز القوة يعني الامور دلوقت كلها في الدين مروان وحسن واحنا الرحمة عندانا يبقى انطاطي شوية وما فيهاش مشكلة لأن انا بكلم نفسا لأيه مالك يا ابني كما قام بقين؟ مالك عرض مالك عزم يمنح يمنح اللح انت كده بقى لازم تاخدها تحت جناحك وإلا كل اللي في بالك واللي انت مخطط له هيبقى خلاص بح عايز الحق اللي هو ايه ريمك كان عندها حق في كل اللي عملته وإحنا بقى غلطنا ان احنا بعدناها وهمشناها لأن هي فاهمة الأمور كويس قوي وعارفة ان عائلة عبد الحكيم دي ما ينفعش معاهم غير ان احنا نقطع العرق ونسيع دمه انما حكاية اللف والدوران دي ما تاكلش معاهم انت السبب في كل اللي حصل ده عصام على فكرة انت كنت عايز تلم الدنيا كلها في ايدك وتحطها في جيبك وكان عندك استعداد في اي لحظة تدوس على اي حد فينا لو حصل عندك ها انا كنت عايز اعمل كده وبصراحة مش اعمل كده بس لا انا كنت عايز اخلص منك وكلكم الله حلو اقول كلام ده وانت مدخل بقى بعد الكلام الجميل اللي انت قلته ده مدخل ممكن مصق فيك او حط اي دي في ايدك تاني خلصت يا باشا لازم تعمل كده عادل عارف ليه لان انا لأول مرة ببقى صريح معاك لأول مرة مش هلف ودور وخطط من وراك يا عادل انا المرة دي كل اللي يهمني ان اخلص منهم سواء انا بقيت الملك او انت الملك مش هتفرق معايا شكرا